موسيقى ربنا يخليكي ربنا يخليكي أنا بقى عايزة أعرف أنت ما شاء الله أجمل نمسك الخشب أو فين الخشب يا جماعة ومؤخرا من نجاح من حاجة للتانية للتالتة إيه بقى التغيير إيه اللي حصل إيه اللي عملتيه فجأة خليكي كده بومنج زي ما هم بيقولوا بصي أنا يعني ممكن أقول إن هي رحلة بقى لها شوية أنا كنت في كواست كده أو في رحلة مع نفسي إن أنا أكونكت مع أنا نفسي أعمل إيه الحاجات اللي أنا بحبها الحاجات اللي أنا نفسي أحققها عملا في في الكارير أو في حياتي الشخصية وبقى عندي ممكن نقول ماينسات أو طريق التفكير إن أنا بتقبل كل حاجة I receive يعني opportunities بتيجي حاجات بتبريزنت itself حاجات بتحصل في الكارير باث بحس إنه I don't ممكن أكون ما بقتش بخاف زي زمان إن أنا put myself out there وأجرب حاجات بعد الجرأة أكتر بعندي جرأة أكتر إن أنا أجرب حاجات ممكن أكون ما أجربتاش قبل كده حاجات ممكن أكون مثلاً كنت مترددة في وقت في حياتي مثلاً إن أنا أخد خطوة فيها بقيت حصل أولا إيه اللي هيحصل يعني أي مشكلة ما أجرب بقيت عندي الحتة دي أقوى بكتير من الأول وأعتقد هي دي الحاجة اللي خلت بقى يعني ما نفست الحاجات اللي بتحصل كلها دلوقتي الحاجات بقيت بتتحقق لوحدها يعني طبعاً فيه أكيد سعي وفيه اجتهاد وفيه صعوبات موضوع ما بيبقاش بسهولة اللي الناس بتبقى شايفاها طبعاً بس فيه إيمان في اللي أنا بعمله قوي ومصدقة قوي في اللي أنا بعمله ومصدقة في نفسي فأعتقد هو ده اللي بقى بيفتح أبواب كتير قوي الفترة اللي فاجتت الحمد لله الحمد لله طب أنت المزيكة كانت أول حاجة عملتها عملت إيه بالزفد فيها بقى أشرح حل المزيكة كانت صدفة بالنسبة لي يعني أنا بحب المزيكة طول عمري من ونة صغيرة بحبها لدرجة يعني ناس بتقول لي أنت المفروض تبقي بتلعبي قلة بتغني بتعملي حاجة بس أنا بحب المزيكة كمزيكة كمستمع كمستمع ومحبة للفن ده لنوع الفن ده وأهلي نموا فيه ده جداً بابايا ومامتي اتنين بحبوا المزيكة قوي فنموا فيه حب المزيكة ده من وانا صغيرة جداً وبقى عندي فضول على طول أن أنا أعرف حاجات عن المزيكة وعن المجال ده فبقيت بفهم فيها قوي مع أني مش بمارسها ونفسي اشتغل فيها بس كان عندي المشكلة اللي ممكن تكون قابلة ناس كتير قوي من الجيل بتاعنا زمان أن الفن كان مش متاخد بجدية قوي أهلينا يا مربيننا مثلاً بفكرة أنه دي حاجة ممكن تعمليها كهواية ماينفعش التمقدي مثلاً مجال شغلك أو الشغلان الأساسية فقعدت بحب المزيكة من بعيد وبقرف فيها أكتر وبعرف فيها معلومات أكتر وكده من غير ما أمارسها لحد ما جات لي فرصة أن أنا أشتغل فيها وأنا عندي 30 سنة يعني الناس كتير بتقعد تقولي إحنا فاكرين أن أنتي بتشتغلي في المزيكة دي من أول ما تخرجتي لا خالص أنا لفت لفة حلوة قوي على مجالات مختلفة قبل ما في الآخر أوصل أن أنا أبقى بشتغل في المزيكة وحصلت بالصدفة بس كان عندي ساعتها القابلية أن أنا أخد التجربة دي وأجربها لأنها حاجة أنك طول عملي كان نفسي فيها وما كنتش عارفة ألاقي الأجواء المناسبة اللي تخليني أشتغل فيها طب عملتي فيها إيه بالزبط؟ بدأت الأول أن أنا اشتغلت مع الموسيكة رشام خارمة كنت ساعتها في 2015 هو عرض علي أن أنا أبقى المنتج المنفذ لحفلاته وللألبمز بتاعته وبعدين الشغلانة بدأت شوية شوية تاخد أشكال مختلفة فدخل فيها ستايلينج ودخل فيها بي آر علاقات عامة ودخل فيها تالنت مانجمنت اللي هي يعني أنا كنت بديل أعماله كفنان وبدأت أدخل بقى في كل تفاصيل المزيكة لحد ما حصلت الصدفة الثانية أنا بدأت أكتب أغاني يعني دي برضو كانت من خلال الرحلة دي فبقيت جزء من العمل الفني بس بشكل أنا عملي ما كنت أتوقعه ودي كانت حاجة ببسطاني جدا والحد دلوقتي يعني من الحاجات اللي أنا بعزها جدا في الشغلانات الكتير اللي أنا بشتغلها إن كتابة الأغاني إن الواحد دي يبقى جزء من الحاجة الناس هتسمعها في الآخر اللي هيفتح الراديو بل ما مش مصدقة إن فيه ناس حفظة الكلام اللي أنا كتباه وبيحسوا بيه وبيتفعلوا معاه وبيحبوا قوي إن هم ما يسمعوا الأغنية مرة واثنين وثلاثة ده الواحدة وإحساسها أحلى حاجة طبعا إحساس فظيع طبعا مجهودك أه وحسسني إن أنا خلاص بقيت بشتغل في المزيكة أيوة يعني لقيت بقى خلاص مزيكة أنا خلاص بقى دي حتتي بقى خلاص أنا سيطرت هنا بزدب فهي بدأت كده وكملت بقى لحد ما بقيت يعني بقى عنتي خبرة كويسة جدا في المجال إن أنا أقدر كمان أبقى استشاري لفنانين تانين في المجال بتاع المزيكة حلوة قوي طب قولي لي بقى بالنسبة للعلاقات العامة إيه الحاجة اللي إنتي يحسن هيك كانت ناقصة في مصر في مجال العلاقات العامة وانتي و الفريق بتاعك قدرت ان انتوا توفروا دلوقتي العلاقات العامة من المجالات اللي ممكن نقول انها تريكي يعني فيها صعبة شوي لانها هي سلاحزوا حدين ممكن تستخدميها في ان انتي تطلعي حاجة فعلا حقيقية توصليها للناس وتصلطي الدق عليها وممكن تستخدميها في ان انتي تصلطي الدق على حاجة مش حقيقية والناس تصدقها انها حقيقية فانا كان عندي قرار ان انا لما بدأت اشتغل في العلاقات العامة في البي ار ان انا اصلطي الدق على الناس اللي تستحق الدق اللي تستحق ان هي الناس تعرف عنها وتعرف عن قصصها وتعرف عن نجحتها ممكن يكونوا مش عارفين يوصلوا صوتهم ده او مش عارفين الطريقة اللي يقدروا يخلوا الناس تبقى عندها فكرة او علمة عن اللي هما بيعملوه وكت عايزة جدا ان احنا يبقى عندنا مبادئ مبادئ لا تتجزأ ان احنا بنطلع مواهب حقيقية بنطلع ناس عندها مصدقية بنطلع قصص فعلا ملهمة وهو احنا دينله يعني ليبل او مصطلح الاثكال بي ار او ال بي ار فور امباكت نوت فور بروفت ان احنا نبقى بنعمل علاقات عامة علشان نعمل بيها فعلا تغيير ونعمل تغيير ملموس ايه مش لمجرد انها يبقى بيزنس ناجح بيدخل فلوس وبدأت الرحلة دي من اربع سنين والحمد لله طلعت اسامي كتير جدا للنور ودي حاجة يعني بالنسبة لي انا بحس انها يعني مش عارفة اقولها بالعربي بس البربس او يعني الهدف الهدف اه هو الهدف اللي انا بسعيله على طول ان انا عايزة اطلع ناس فعلا تستحق ان الناس كلها تعرف عنها صح فيعني هو ممكن يكون متناول مختلف للعلاقات العامة بس انا مصدق فيه جدا وجزء كبير جدا من اللي احنا بنعمله برضو اللي بحس انه ممكن يكون مختلف او فيه تخصص اكتر ان احنا بنحب قوي نشتغل على المشاريع اللي فيها تطوير فيها تغيير في حياة الناس بشكل ملموس فيها ممكن نقول حاجات خيرية اكتر دي من الحاجات اللي انا ببقى يعني مهتمة بيها مهتمة بيها ومصدقة فيها جدا حلم جدا طب قوليه بقى انا لو عندي براند ولسه حبتدي البراند ده انتي تنصحيني بايه ابتدي على طول وتعلم بقى مع الوقت ولا فيه قواعد واساسيات لازم ابعرفهاها الاول قبل ما احط رجلية في الشغلانة هي طبعا فيه قواعد واساسيات وعلى حسب البراند اللي انتي عايزة تأسسيه هيبقى بيشتغل على ايه او بي يعني هي ممكن تبقى سيرفس ممكن تبقى حاجة بتقدمي خدمة او بتقدمي منتج او براند براند اللي هو البراند بتاعك انتي بقى كشخص فلازم الاول تتعرفي على انتي عايزة تقدمي ايه دي حاجة مهمة جدا ولازم الواحد انا مش شخص من ناحية الاكاداميك قوي او من ناحية العلمية النظرية فيه هي بتبقى ميكس ما بين الاثنين ده بيبقى مهم وبرضو الممكن نقول يعني احساسك اه يعني انت ساعات الواحد كده بيبقى عنده احساس هو اللي بيحركه والحاجة اللي انتي بتحبيها هي دي اصلا اول ما تعرفي انتي بتحبي ايه اعملي فيه ادخودي التجرم انا هتولي قول حكاية ازا انا بالنسبالي انا اشتغلت شغرانات كتيرة جدا ودخلت في مجالات كتيرة جدا بس انا ما بدأتش انجح او النجاح اللي انا مبسوطة به غير لما اشتغلت في الحاجة اللي انا بحبها فعشان حد يبدأ براند لازم يبقى مصدق الحاجة اللي هو هيقدمها قوي ويكون بيحبها عشان يعرف اصلا يباعها للناس سيكون يعرف يوصلها للناس طب امتى اعرف ان موهبتي دي فعلا فيها امل وممكن في يوم لام تبقى حاجة مش مجرد هوية وحتعد انتي بتشوفي برضو ناس كتير جدا تبتدي وانا هعمل واسوي او هيدوب كوركشن واحد وصفحة قفل هي معادلة صعبة جدا لان مش كل الناس بتعرف اصلا ان عندها التالنت يعني ممكن تبقي موهوبة في حاجة والناس اللي حواليك او انتي ما بينك وما بين نفسك تبقي حاسة انها حاجة لسه صغيرة ما كبرتش قوي انا بحس ان برضو ارجع لنقطة الشغف ونقطة ان انت تعرفي اصلا تتعرفي على الحاجة دي انت بتحبيها ولا لأ هي دي البصلة بتاعتك هي دي الحاجة اللي هتخليكي او انا بحب الحاجة دي قوي انا ممكن اكون مثلا لو نمتها شوية او اشتغلت عليها شوية اقدر ان انا اقبرها واطلحها للنور بس هي الموهبة لوحدها مش كفاية انت يازم تبقي مصدقة في نفسك صح قبل اي حاجة صح ولازم ما تخفيش ايه يعني لازم الواحد يخرج برا الكمفر زون لازم تطلعي نفسك تاخدي الرزق ما تبقيش دايما في ناس كتير قوي تقولك لا انا هاخد تجربة وانا ممكن افشل ما انا ممكن معرفش عاملها لا بالعكس انا بحس ان الجزء كبير جدا من ان الواحد يشتغل على موهبته ويطلحها ويعرف اصلا انها تستاهل انها تكبر انه هو يجازف يجرب لان انت ممكن تجربي وتلاقي ان في صادة كويس والناس مبسوطة بالحاجة او بتتلقاها بشكل كويس وممكن تجربي وتحسي انه ايه دا لا دي مش مش شغالة قوي ممكن تكون دي مش مش دي الحاجة اللي انا عايز اكمل فيها صح لحن والموزع للاغنية وكانت اول اغنية اكتبها بالعربي انا بكتب اغاني من زمان بس بكتب اغاني بالانجليزي ما كنتش بكتب بالعربي وما كنتش عارف ان انا قصلا عندي الموهبة بس ربنا اكرامني ان انا لقيت حد مصدق في الموهبة عمتها وعاوز يجرب يعني هشام كان عايز يجرب فاجربه قال لي انا حاس انك ممكن تكتبي حاجة فحنخسر ايه ما تجربي فكتبت اراها قال لي هي دي لها تبغنى انت عارف بتعمل ايه دي اغنية على فكرة ده يعني ده مشروع كبير يعني مش حاجة صغيرة قال لي انا متأكد انا حاس ان هي دي وفي الاول كنت حاسة انها صدفة وفاكرة انها كده يعني جات معايا كده بالحظ يعني وخلاص حبق اسمي كتبت اغنية ولما اكبر بقى اقول لولادي ايوة مامتكو زيان كده بتكون ايه قبل كده مكنتش متخيلة ابدا انها هيبقى فيه اغاني اغاني بقى ماشاء الله بس هي اعتقد الفكرة ان انت ما تخفيش تاخدي الخطوة وتجربي صح صح نكحت نكحت طبعا ما نكحتش مش خسرنا حاجة مش خسرنا حاجة صح الناس بتخاف تجرب صح طب تفتكري ايه الستايل الفنان لازم ياخده عشان اليومين دول يعجب بقى الازواء الازواء بتاعت الناس اللي موجودة يعني يهتم اكتر بالستايلين وشكله بلبسه بكلام الاغاني ولا بان يبقى صوته حلو يعني ايه ايه الحاجات اللي بتخلي الناس تنجح بالوقت في اليومين دولة؟ هي عدة حاجات مجتمعة لازم يعني هي بتبقى فورميلة لازم تكمليها كلها عشان خاطر توصلي لحطة ان ننسي نس اولا دلوقتي مبدئيا المنافسة بقت صعبة جدا لان خلاص السوشيال ميديا فتحت مجال ان كل حد يقدر يطلع فنه ويطلع حاجته والناس بتتفرج على محتوى طول الوقت وبتشوف ناس جديدة طول الوقت الحاجة اللي تخليكي الناس تقف وتركز وتبقى عايزة فعلا تتعبعك تسمعك ان انت يبقى عندك اج يبقى عندك حتة مختلفة عن الباقي اعتقد ان زمان مجال الفن كان في حاجات كتير ممكن تكون مكررة دلوقتي التكرير بقى اصعب كتير عشان الناس بقيت لهوا ايه ده ده مقلت فلان ايه ده ده زي فلانة فانت لازم يبقى عندك حاجة مختلفة بتقدميها وعندك بصمة بتاعتك ايدنتي بتاعتك ما فيش حد تاني يعرف يقلدها حتى لو حاجة بسيطة جدا فيكي مختلفة هي دي الحاجة اللي هتميزك عن الباقي لكن لو احنا مثلا شفنا الله ده نجح قوي وانا عايز اقلده وعايز امشي على نفس الخطوة عشان انجح انا كمان ما بتنجحش طبعا الجمهور بقى صعب جدا بقى بيركز جدا بقى بيقف على كل فتفوتة وبركز في التفاصيل ويعرف كويس قوي يقولك لا ده كوبي كات او ده بيقلد فلان او ده او ده عايزة تشير بسرعة فبتعمل زي فلانا وفلانا وفلانا فاكرا انها كده هتنجح بالعكس بيونتقد وجامد قوي صح ويعني ممكن الكرير ما يقومش اصلا بسبب انه في تقليد في تقليد او في استسهال صح سؤال ما مهم جدا بانت كتير جدا كان بتحسدك في الفترة اللي فاتت عشان موضوع باكستريت بويس يعني بصوا جباها مصر كلها طبعا شافت لما باكستريت بويس كانوا موجودين في مصر وقبل الحفلة بيوم كلانا مفتح السوشال ميديا باكستريت بويس كده وقفين كده ايه مترصصين جبا بعض متصورين واناس ما وقفة معاهم الناس كلها ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل احكي لنا بقى القصة دي القصة دي صدفة يعني او يعني انا مش هقول صدفة هي حاجة طبعا مترتبة اكيد من عند ربنا من زمان وانا ما كنتش مدركة يعني بحب باكستريت بويس وبسمعهم من وانا عندي 13 سنة ولو احنا بنتكلم على المزيكة وحبي للمزيكة هم جزء كبير جدا من حبي للمزيكة انا يعني ما كنتش بحبهم عشان بوي باند وكده انا كنت بحب الاغاني الاغاني والكلمات والألحان وكنت بغني الاغاني بتاعتهم في الكلن شوب تاعة المدرسة انا وصحابيته على المدرسة وكان ده بالغصب يعني لو هتغنيوا باكستريت بويس ما فيهاش مش هنغني حاجة تانية فكانوا جزء كبير جدا من طفولتك ومن حياتك عم باتنى اه من حياتي ودايما بيبقوا اغانيهم بتبقى متزامنة مع احداث معينة فعلى طول عندي connection ده بيهم وكنتش طبعا اتخيل ان انا ممكن اكلف بان انا ابقى سفيرة سفيرة او يعني مسؤولة عن ان انا يعني ازاعد الناس يبقوا بس عارفين تفاصيل الحفلة وعارفين باكستريت بويس جايين امتى والحفلة هتتم فين وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نجهز لها عشان قبل الحفلة والمكان هيبقى دخول الساعة كام حاجات يعني كنت حاجة انا معملتهش حتى قبل كده بس كانت بالنسبالي exciting جدا ان انا التجربة متحمسة جدا ان انا ابقى جزء من حدث اي ده بس بقى ان انا اقابلهم واقعد معاهم واتكلم معاهم وكده دي اللي بالنسبالي كانت حاجة انا طول عمي كان نفسي اعمل معهم انترفيو انا اصلا كنت بشتغل في مجلات قبل ما اشتغل في علاقات العامة او قبل المزيكة فكنت دايما زمان في مجبوعة وبحلم ان انا في يوم من الايام اعمل معهم انترفيو اعمل معهم لقاء صحفي ما تخيلتش ابدا ان الموضوع ممكن يتطور ان انا طالعا اقابلهم واتكلم معهم واشوفهم بيتكلموا عن مصر ازاي وحبين الناس ازاي وحبين كل الزيارات اللي هما عملوها موهمين يعني هما موهمين بالبلد وموهمين بالكرم الناس والقدي احنا برضو شعب معطاء ومعطاء جدا فهما حسوا بالدفء ده وحسوا بالحب وبالترحاب وحتى هما من نفسهم على الاكاونت بتاعتهم على انستجرام عاملين عن مصر يعني عاملين فيديوهات كتيرة جدا من زيارتهم للهرم ولما راحوا مدحف الحضرات وكده فدي اصلا دعاية حلوة جدا للبلد طبعا وانا على الصعيد الشخصي بالنسبة لي حسيت ان هو يعني الواحد يحلم وما حدش عارف الايام ممكن تبقى مخبيه له ايه وان الاحلام دي تتحقق حد حتى لو هي بعد سنين من العمر يعني انا كنت طفل عندي 13 سنة لما كنت باسمحهم وبحبهم وحط صورهم في كل حتة في القودة كلنا والله بوستلات دي ما كانتش بوستلات وكت بقى يعني كنت كمان يعني عندي الموضوع كنت أخدم جدية جدا يعني كنت لازم يبقى عندي عدد معين ولو عرفت ان في حد عدى العدد ده لازم اروح اشتريم لجليات تانية عشان عدي العدد وابقى انا دايما عندي كمباتف جدا عايزة يبقى عندي اعلى عدد من البوسترز ان هو بعد كده يبقى بعدها ب27 سنة و28 سنة عادة معاهم بتكلم معاهم خلاص بقى صحاب وفي بلدي وفي بلدي دي لي حلاوة تانية انا سافرت قبل كده شفتهم في حفلات برا بس ان هما يجوا هنا طبعا والتجربة ان احنا بكلنا مع بعض في الحفلة وبنغني سوا ومبسوطين تحس انها كانت فعلا تجربة مش تكرر يعني صح نسمى انا بجد بشكورك جدا على وجودك معانا النهاردة ومبسوطة وسعيدة ان انا شايفة واحدة قد ايه كان عندها حلم وفي بالها وقت تمام بس مين عارف من حبك للمزيكة ومن حاجة لحاجة لحاجة قدرتي توصلي للحاجة اللي انت اكتشفت ان ده حبك الحقيقي وهي دي الحاجة اللي انت حباها وقدرتي تطوري لحبك ده لشغل نجحتي وكبرتي فيه الحمد لله فبجد مبسوطة وسعيدة وفخورة جدا بيكي ونورتينا في ستايل طاق مرسي يا حبتي جدا تانكيو فرهابيني والله انا يعني ده شرف لي ربنا خليكي شرف لي مرسي مرسي يا نسما